اه بعد مشفاءه والاطمئنان عليه يتوجه لبنك الدم عشان يتبرع بالدم عشان نعمل بلازما المتعافين بالزبط في انت تمام تمام ده كلام محترم ومهم بشكرك عليه ودايما مدخلاتك معايا دكتور في منتهى القيمة بشكرك شكرا جزيلا القيمة العلمية الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة مرض كورونا في مصر كلام محترم وفي الصميم وانا الحقيقة قلت للدكتور وهو بيركز على فكرة معدلات الشفاء قلت له انا محبش نركز عليها قوي لانها بصراحة ما كتبش عليكم قد تطمئن الناس اكتر فتخلي الناس تريح اكتر وده مش مطلوب ان احنا نقلق ونلتزم حتى لو زيادة شوية اضمن واكثر احتياطا من ان احنا نتطمن ونريح فيحصل ما لا يحمد عقباه والعبرة عندنا والعبرة عندي اسمها محمد نادي العبرة عندي في اللي انا بقول لكم ده عشان تعرفوا ان انا مش بقول كلام يعني هري كده بمحد الصوت فلا انا بقول لكم كلام مبني على وقائع لما بقول لكم ان احنا نخلي بالنا ونحتاط اكتر من اللازم اضمن من احنا نتطمن وان ما نلتزمش الوقع بتاعة الراحل ربنا يغفر له ويرحمه محمد نادي وقع في منتهى الدلالة والحقيقة وجعتني ووجعت ملايين المصريين مين هو محمد نادي محمد نادي شاب مفتول العضلات كان بيروح الجيم وتراي سيبسو باي سيبسو بسم الله مش الله جسمه كان زي الفل وكان بيشتغل في السياحة وعمل فيديو نزله على مواقع التواصل الاجتماعي من حوالي ثلاث اسابيع الفيديو ده طالع فيه محمد نادي الله يرحمه بيستهتر بمرض كورونا ادي صورة الراحل المغفور له محمد نادي الله يرحمه صحة وشباب وعضلات لكن طبعا ما يغلاش على اللي خلقه طالع محمد نادي في الفيديو وقال لهم ايه كورونا دي توجعوش دماغنا بكورونا وكورونا دي حاجة عبيطة زي الافلوانزا كده ومش عارف ايه وخليكوا جمدين وده اساسا حاجة كده متصنع مش عارف ايه وحرب ما بين الدول ومش عارف كذا لكن بالنسبة ان احنا كمصريين ما تيلووش وبتاع وعمل فيديو كله في حالة من حالات السخرية والاستهتار من كورونا ايه اللي حصل اللي حصل ان محمد بسبب اختلاطه ونزوله وعدم التزامه اصيب بكورونا ويريت هو بس اللي اصيب بكورونا ده هو اصيب بكورونا وعدى ابوه واخوه عدى ابوه واخوه ثم بعد معاناة شديدة لمحمد نفسه هذا الشاب مفتول العضلات مع المرض وهو في الايام الاخيرة في مستشفى العزل في مستشفى 15 مايو عمل فيديو الحقيقة مش هادر ازعهلكو لانه في منتهى القسوة منتهى منتهى القسوة فيديو في منتهى القسوة على المشاعر مش هادر ازعهلكو الحقيقة انا اتخريقت مع فريق الاعداد وكن في رأيي مش عاب ايه قلتنهم لا صعب او صعب او يتزاع او يعني وهو طلع بيقول وهو مش قادر يتكلم وهو على فراش المرض بل ربما على فراش الموت يعني وبيقول للناس انا اسف وانا غلط وكورونا مرض خطير ومقعدني اهو وانا شكلي حموت انا اسف لاي حد يعني خليته استهتر بالمرض ارجوكم خلوا بالكو ممكن تنزلوا صورة فكسة بس صورة كده سبتة من غير الفيديو الان الفيديو صعب بس نزلوا صورته وهو على فراش اهوه ادي محمد وهو في مستشفى العزل وعلى فراش الموت قبل ساعات من وفاته وهو كان بيتصور هنا حد بيصوره من اقربه ومحمد ما كانش قادر يتكلمه وكانش قادر يفتح هنيه زي ما انتوا شايفين وكان بيقول للناس انا تعبان جدا وبموت انا اسف على استهتري بكورونا ووجه رسالة المصريين ان هم يهتموا جدا جدا بكورونا وبالاجراءات والالتزام بالاجراءات علشان ما حصلش اللي حصلوا واخر كلماته في الفيديو كانت لا اله الا الله محمد رسول الله محمد نادي درس محمد نادي